بسم الله الرحمن الرحيم القطاع الزراعي مرتبط ارتباط اساسي بالموارد مش هتقدر تزرع ولا تنتج الا لما يكون عندك موارد تقدر تستفيد بيها وتقدر ان انت تدير هذه المنظومة بطريقة سليمة الاراضي الزراعية نسبتها او مساحة الاراضي الزراعية ومقارنة نسبة الاراضي الزراعية او مساحة الاراضي الزراعية بعدد السكان واحتياجاتنا بالنسبة للتركيبات المحصولية او للتركيب المحصولية عندنا اكتر من محصول استراتيزي وبيعتبروا لامن القوم الغذائي المصري على رسوم القمح دايما بنتكلم ازاي نزود الانتاجية من محصول القمح ازاي ان احنا نضيف للمعاملات الزراعية مما يؤدي لزيادة الناتج من محصول القمح حصل في السنوات الماضية ان احنا شفنا منظومة الزراع على مصاطق والحمد لله نجحت بعد مجهود كبير جدا من الارشاد الزراعي واحنا تبنينا هذا الملف واتكلمنا عن طريقة الزراع على المصاطب وما لها من مميزات لتوفير المياه وتوفير الاسمدة ومعدل نمو اسرع وزيادة في الانتاجية واتكلمنا في الموضوع ده الى ان نجح المزارع المصري ان هو يطبق الزراع على مصاطب وقدر فعلا يشعر ان فيه فرق كان الاول بيتكلم ان محتاج سطرات تكون مساحتها صغيرة او حجمها اصغر وده حصل ووزارة الزراع فعلا ادرت توفر له هذه الميزة ده يخلينا نقول ان دايما بالعلم نقدر نتقدم وباتخاذ الاساليب الحديثة وتطبيقها وكل المعاملات اللي ممكن توصل لنا نقدر فعلا احنا نحس ان فيه مرضود انا بشتغل كفلاح في ارض الزراعية لازم يبقى فيه مرضود او هامش ربح مناسب للمجهود والقيمة الارض والمصاريف اللي انا بصرفهم وعلى بعض اخر احنا كلنا امناء على الموارد وعلى الصروات الطبيعية اللي منها المياه والارض بالنسبة للمياه ملف المياه من الملفات الحساسة جدا بسبب ان احنا حصتنا من مياه نهر النيل سابتة الرأي في الاراضي الجديدة والاراضي المستصلحة بيعتمد على مياه الابار بشكل اساسي ومباشر اذا ادارة الموارد واللي منها المياه يجب ان يكون بمقننات محددة موجهة علشان نبقى عارفين كل قطرة مياه كيف يتم استخدامها اذا كنا قدرنا ان احنا نرفع انتاجة الاراضي الزراعية في الاعوام الماضية ومركز البحث الزراعية قام بمجهود كبير جدا لازم يكون فيه تطور في الاداء مستمر مش هنتوقف عند مرحلة معينة انا ابتديت الحلقة بالقمح على سبيل المثال لكن نهاردة في الحقيقة انا بمهد علشان اوصل لجزئية خطيرة بنتكلم على محصول الاصب وزراعة الاصب وان هي مهمة جدا للدولة ومهمة جدا للمزارع وان انا عندي مزارعين او فئة عريضة من المزارعين تراثها ومهنتها كلها بتعتمد على زراعة القصم قصب السكر والميزة اللي بيوفرها قصب السكر ان احنا بنتكلم على محصول تصنيعي يعني مرتبط بالصناعة وناجح ناجحين فيه بنقدر ان احنا نصنعه لو كنا نتكلم على اي محصول اخر التصنيع بيبقى جزء بسيط جدا لكن قصب السكر انت بتنتج منه السكر وفي نفس الوقت بيقوم عليه صناعات اخرى كثيرة لكن هل احنا عندنا رفاهية ان احنا نتعامل بالنظم القديمة مع زراعة القصب هل احنا عندنا رفاهية فيه كميات المياه تخليني مهتمش وانا بروي وقول ده المياه موجودة وكتير وابتدي اشتغل وازرع انا يهمني ان انا انتك يهمني ان انا ازرع لكن في نفس الوقت يهمني ان انا حافظ على نعمة ربنا الزيادة في العدد السكاني بتحتم علينا كلنا ان احنا نستغل هذه الموارد لتوفير اقصى كمية من الغذاء خصوصا ان حصتنا من المياه سابتة ايه مشكلة الاصل مشكلة اللي احنا دايما بنتكلم عليها كل سنة بنقول معدلات للتسميد ان فيه زيادة فيه التسميد كل مزارع شايف ان هو كلما اضاف من الاسمدة كلما كان المحصول اكثر وفرة عندنا مشاكل ان احنا ازاي يبقى فيه تسويب الليزر بالنسبة للاراضي علشان يبقى عند الرأي منتظم من اول الارض لاخرها ما يبقاش فيه اصراف في المياه عندنا مشكلة دي تعتبر مشكلة من المشاكل اللي انا دايما بفكر فيها منظومة توريد القصب الى مصانع قصب السكر ازاي بعد كل المجود ده ان احنا بنورد قصب السكر بالكيلو مش بالحلاوة بستلم المزارع بالطن ما بقولوش نسبة الحلاوة قد ايه في عود القصب اللي انا بستلمه منه او في الطن ودي نقطة مهمة ونقطة خطيرة لان المزارع بما انه بيورد بالوزن فالراجل ده اللي يهمه النمو فبيبتدي يزود في الاسم ده لكن لو كنا بنتكلم على منظومة التسويق وتطورها وان انا استلم منه بنسبة الحلاوة وفي قصب السكر هتفرق معنا كتير جدا في مستلزمات الانتاج وفي العائد اللي هيود عن نتج القوم مرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراع مباشرة